مرحباً لكم ورساً كاميل معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد منوراني ومشرفاني الدكتورة الأمر الحلوة الزغانطوطة الكوكات في نفسها دي دكتورة الشازل خولي الصيدرانية الموت خصوصة اللي هتكلمنا بقى بالتفصيل عن السمنة ومشاكلها بقى ومشاكل بقى الأنسولين بقى ومقاومة الأنسولين بصوا يعني قادر الإمكان يستغلوها نهاردة هنفتح الخطوط انطلقوه منوراني حاببت يا نادر عامل ايه؟ الحمد لله يعني لسه قبل ما تخش كنت بقولك تجعلها يا رب سكت الخضرة شواء الله علينا كله حلو الخضار ده عالصبح كده بيدي مستردة في النفسية آه ندي تقلق جمال الناس كله تمام؟ كله حلوة الحمد لله وليه بقى أنا عايز تسألك سؤال فيه ناس على فكرة مش تخينة وعندهم هنا لغة مش طبيعية يعني هي وزنها يا مقري بل وزن الطبيعي العادي جدا بس بيبقى شوية عندهم الوش مدور جدا والمنطقة دي فيها لغة عايزة أعرف مبدئيا الناس دي هل بتعاني أصلا يعني ممكن عمله إن بادي ألاقي عندهم مشاكل سمنة أو عندهم سمنة مفرطة أو حاجة بسي هو فعلا منطقة اللغة دي مش بتتوقف على إن هو يكون الشخص رفيع أو بيكون تخين هي بتكون الفكرة في إن هي بتبقى في بعض الأحيان بتكون حاجة وراثية أصلا إن هي المنطقة دي ممكن تلاقي حد رفيع جدا وعنده المنطقة دي تكون زيادة أو فيها بنسميها الدبل تشان أو اللغة هنتكلم كمان إحنا دلوقتي مع المنتجات اللي إحنا هنتكلم عليها فيه معانا الكريم بتاع شد التراهلات بس هنتكلم عليه في الآخر إن شاء الله تعملين حاجة للمنطقة دي وكل مناطق التراهلات بالزبط كده فإحنا هنتكلم عنه إن شاء الله في الآخر بس خلينا الأول نتكلم إن شاء الله عن المنتجات اللي معانا النهاردة وهي منتج السوبر سيليم اللي هو الأقراس والمواد الفعالة اللي موجودة فيه ويقدر يقدم إيه للناس اللي عندها سمنة مفرطة ويقدر يخسسني إيه يعني في الشهر الواحد دايماً بقول إن الكورس بتاع السوبر سيليم يقدر يخسسني من 8 إلى 10 كيلو جرام في الشهر ودي حاجة حلوة جداً إحنا نقدر يعني نشجع بيها بعض ونشجع بيها كل الناس اللي بتتفرج علينا ونشجع بيها أي حد عايز يبدأ في الدايت ومش قادر يبدأ في الدايت أي حد دايماً مشغول في الشغل بتاعه ودايماً حاسس إن هو بيستسهل وياكل أكلات سريعة علشان الناس كتيرة جداً بتشتغل عدد ساعات كبير قوي في اليوم يعني فجأة بصت لقي نفسها زاجت في الوزن طب أنا عايز أخسه معنديش وقت أعمل رياضة ولا إن أنا مثلاً أنزل أتمشأ أو كده فالكورس النهاردة معنا سوبر سيليم مع كريم شدة تراهلات هيحل المشكلة دي ودي مشكلة بتقابل 3-4 يعني الناس لأنه أغلبنا مشغولين في شغلنا والشغل بياخد أكتر من 8 ساعات في اليوم فبنبقى عايزين نحن حلول سريعة أو حلول كمان توصلنا لبر الأمان وفي نفس الوقت تكون حلول آمنة وكويسة جداً وما بتأثرش أبداً على المراكز بتاعة المخ ولا بتأثر على القلب لأن بعض الناس بتلجأ أن هي تاخد حاجات كيميائية تأثر على مراكز الشبع في المخ فبعد كده يحصل إيه؟ يحصل ضغط عصبي توطر يحصل مشاكل كتيرة جداً